استمع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى الإجاز الشهري الخاص بمفاصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وركز الإجاز وفقا لبيان للوزارة على ما تحقق من إنجازات في متابعة المطلوبين للقضاء ومكافحة جريمة المنظمة والإجراءات المتخذة للحد منها أو القضاء عليها فضلا عن معرفة آخر النشاطات وأشاد الوزير بالعمل النوعي لخلية الصقور الاستخبارية وما حققته من إنجازات مهنية في العديد من واجباتها وجه بجملة من التوصيات وفي مقدمتها تقديم الدعم والمساندة لمكافحة المخدرات لما تشكله من خطرين على المجتمع مؤكدا على تكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ الخطط المرسومة بالشكل الأمثل مشددا على عدم التهون في الإجراءات الاستخبارية المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد وتكثيف التنسيق بين جميع تشكيلات وكالة الاستخبارات